ايه بس واحدة واحدة اه ده ده السجن قولي في السجن كنت عايش ازاي في السجن اه مسجون مسجون بين اربة حطانة ولدا وسط وشوش كاي بقى منما ايامه عدد بقولي كاي بقى واحنا بقى الله دق الكلام في اللات والعجم دي ليلى بس ده يوم دي مش ليلى تخميس وانتضرب لا دي ليلى بعد سبع سنينة وجاف ولا انت ناوية بقى تقطيها قطع يرسال صوت وصورة ها بحشتك يتوب علينا ربنا بحشتك 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 واحد اتنين تلاتة كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصدهم بحشتك بس هوا انت كده دايما تيجي قصدهم وتجيب ورا اختك عايزة تكسرني وتزلي نفسي مرة حبي على راسي الغندورة والتانية حبي على ايد افندينة والله اعلم بقى المرة الجاية ححبي على رجل مين مالك يا رجل بتبصني كده ليه زي ما كون مجنونة ولا بقطها في شعري لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب ايه دي؟ ايه دا شو؟ اعملها مش مستهلة كرمتي مش مستهلة عندك يا رجل انت مش حمل ضاوية ولا حمل سماها ولا حد في الكون دا كله حمل جزة منها بقى انت اللي مخك مقاش رجليكي ضايق وعايز له قالب معرفتش تكسبيها؟ خليتها تحطك في دماغها ويا ويل اللي ضوية تحطه في دماغها وانا بقى اروحي في مناخيري واللصوانة المشروخة دي مش عايزة اسمحها تاني لاني مش طايقة نفسي هو ممكن اهج في اي لحظة ايه؟ اهدي اهدي عبيضة اما مخ حجر على جسم ملبن بص بقى انا فاهمك ضوية دي تتمنى تقلعي لعين ولا انك انت تمس خميس بكلمة واحدة لو انت بقى عايزة تعيش في سلام لازم تكسبيها وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايدة فنزينة ليه؟ ده انا على زمة راجل بقولك ايه؟ ما تدخلش عايشة في امو الخير تيه غير ديه؟ خميس ده امالنا كلنا امالنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف ونقدر نقيم راسنا في السوق ونرجع بيتنا اللي تاخد غصب وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي رحت عليه وخلانا نستحمل رازالة زيبونه عرفت بقى امي تفندينة؟ عرفت هتها جمال الى رب اشتركوا في القناة عرفت اقبي عرفت اقبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تخافش يا معلم انا مش عفريت انا مطرة مطرة؟ ويلي معالك في الضالمة كلا يا مطرة؟ مستنياك يا معلم وجوزك لسه برا؟ لا طارو هو اللي لسه برا ومرجعش الغاية دلوقت يا معلم فانا بكلمك على جوزك براه؟ وانا بكلمك عن جوزي غريب بولك يا مطرة اليوم كان طويل وكله بلاوي ودماغي فيه اللي مكفيه يعني مش نائز زن هو مش النهاردة برضو كان يوم خروجي اللي قتل غريب؟ صح كده ولا انا غلطانة؟ انا عملت اللي علي هو اللي لسه ليه عمر عملت ايه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يتخه عيار في الزحمة وياريته نفع وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك كنت عاوزة اللي اعمل ايه يا اختي؟ عمعت له ابني التاني وقلبها مجزرة عشان اخسره هو كمان؟ منت بعت اخوه قبلي انت بيتقولي ايه يا مطرب؟ اسمع يا معلم انا دخلت بيتكو بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف وكده احسن للكل الظاهر اني طيبتي وحنية تقالبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده يا معلم انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين لهو قادر ينسى ان انا مرات اخوه ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته فخوه ازاي بس هنعيش مع بعض؟ ده يقول للناس يا اختي مع عايشة لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده وده اخر كلام عني يعني مش عاوزة اسمع كلمة زيئة ده فهمة يا مطرة؟ فهمة؟ اسمع على خير يا يا مرتبني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاغفرلي لا اله الا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله ادخل يا ابو سنة انت لسه صحي عاجة؟ اقفل باب وراك وتعال سريبة اول مرة انا اتعدى معا نومك مستني يا صلي العيشة ما جاليش نوم مش بيقولوا العيار اللي ما يصبش يدوش يجي لنوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن فوداني ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاجة؟ ايوه والرد لازم يكون فوري واي قسط حيشجع الكلاب دول يعوه وينهاشه في لحمس يدهم خميس لسه خارج من السجن يا حاجة مش عايز اقرطف مشاكل وحواديد سيبو خميس على جنب خليه يشم نفسه شوية ماشي يا حاجة بقول لي يا بو سنة نعم احنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي له وقته وله من قيمة خميس ماشي يا حاجة والله انا كنت بقول كده برضو احنا نعمل حسابنا ان احنا نجاب معده القرشين اللي خلوه يوقف على حيله في السوق وازعجزت معنا ناسنا واهلينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا عين العقل ومن بكرا ان شاء الله دي خف بيع القطاعي ماشي حاجة امرك